السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعاً فيديو هام جداً وخاص وخاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعاً فيديو هام وخاصة للأخوة العراقيين ولكن للجميع أيضاً مفيد بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيعة السوداني إلى ألمانيا نحن نشوف نتائج الزيارة وخاصة موضوع الحديث أيضاً في التعاون بموضوع الهجرة والترحيل الكلام اللي رح ينحكي في هذا الفيديو رح أحط كل المصادر حرفيا في التعليق الأول وأثبت لكل من حابب يراجعها باللغة الألمانية ما رح أحكي باللغة الألمانية رح أحكي فقط الترجمة الفورية باللغة العربية حرصا على الوقت وزمن الفيديو وبنفس الوقت الترجمة لازم نعرف أنه تمت الآن من اللغة الألمانية العربية ممكن يكون يعني بالأصل إذا كانت التصريحات باللغة العربية نقلت لألمانية ثم إلى العربية يكون في بعض الاختلاف في الكلمات ولكن في المعنى بتعرفوا أكيد أنا بنقول المعلومات بأمانة وصدق نحن نبدأ الآن بتصريح أهم شخصية وهو المستشار الألماني أولاف شولس عن هذه الزيارة حيث قال ألمانيا والعراق سوف يتعاونون بشكل وثيق أكثر وخاصة في مجالات الهجرة والطاقة والمناخ والاقتصاد ولفت نظري هون ذكر كلمة الهجرة الميغراتسيون كأول كلمة قبل بقية الأشياء وذكر المستشار كقدوة نموذجية شركة سيمينس انرجي الشبكات الكهربائية سوف يتم تحديثها يعني في العراق وخلق فرص عمل وشكرا لزيارتك رئيس الوزراء العراقي طبعا هون هي كلمة المستشارة على تويتر رسميا إذن لفت انتباهي أولا ذكر مجالات التعاون وخاصة موضوع الهجرة فتعمقت أكثر مشان أعرف ما هي الأشياء التي تم الحديث عنها أو ربما تم الاتفاق عليها الأشياء الأساسية الآن أولا ألمانيا ترغب باستيراد الغاز والبترول من العراق على الأغلب الغاز المسهل عبر ميناء البصرة العراق خامس أكبر منتج للبترول في العالم حسب وكالة الطاقة الدولية تم توقيع اتفاق أولي مع شركة سيمينس ووزير الكهرباء العراقي لتطوير شبكات الكهرباء تحديدا حيث سيتم بناء وتوسيع بناء وتوسيع المحطات الحرارية بحجم ستة جيجاوات في العراق كما أبدأ الرغبة أيضا رئيس الوزراء أو وزير الرئيس الوزراء العراقي بالتعاون مع الشركات الألمانية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة إذن الهدف الأساسي ألمانيا بحاجة غاز كما نعلم الاستغناء بعدما استانت عن الغاز الروسي فالعراق يعني أيضا مرشح قوي جدا لاستيراد الغاز المسال الآن أيضا من العراق الآن رح انتقل لموضوع تحديدا التعاون في مجال الهجرة والترحيل ما هي المعلومات المتوفرة حرفيا طبعا مع المصادر رح أحطها ولكن رح أذكر فقط الترجمة باللغة الألمانية حصا على وقت الفيديو رح نختصها موجودة في المصادر ألمانيا شريك مهم للعراق تصريحات رئيس وزراء العراقي ألمانيا شريك مهم للعراق ونريد المزيد من التجارة عندها يمكن لشبابنا البقاء في الوطن والمهاجرين يمكنهم العودة بناء اقتصادي قوي يعطي الفرصة للشباب العراقي أن يستثمروا في وطنهم في المستقبل بدل من البحث عن حلول بالهجرة هكذا يمكن أيضا خلق شروط تشجع الناس على العودة أيضا لمن هو مهتم بذلك لا حكومة يمكنها إجبار المهاجرين على العودة النقطة التالية سوف نخترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لرصف الطريق لعودة طوعية للعراقيين الذين عليهم ترحيل بالطبع سوف نتعاون أيضا في المسائل الحساسة استعاون بشكل وسيق في المسائل الحساسة مثل الترحيل وبالتأكيد حسب القوانين ومراجعة الاتفاقات المشتركة بضمير مقابلة أيضا إجراءها رئيس وزراء العراقي مع صحيفة ألمانية ذهبت إلى أبعد من ذلك وتحدثت عن أحداث ليلة رأس السنة تحديدا التصريحات على الشكل التالي أولا عن نقطة الهجوم على فرق الإنقاذ التي شارك بها أيضا عراقيون وسوريون التصريح على الشكل التالي بالطبع كل هجوم في العالم غير مقبول ونحن ندين هذا الهجوم على المواطنين الآخرين من كل الجنسيات النقطة التالية التعرض الشخصي للعنف قد يكون السبب في هذا الاعتداء جزء من الأسباب يمكن إرجاعه للعنف الذي تعرض له المهاجرين أو التوتر أو الإرهاب الذي تعرضوا له في بلدانهم لكن هذا لا يعفيهم من الالتزام بالقوانين واحترام حقوق المواطنين الآخرين عن أحداث ليلة رأس السنة النقطة التالية دور محتمل للدين تصريح رئيس الوزراء الدين الإسلامي هو دين المحبة والتسامح والاحترام البعض يلتزم بالتعليم الأساسية وآخرين يخالفونها هذه مشكلة موجودة في كل الأديان وفي كل المجتمعات النقطة التالية الألاف من العراقين الذين عليهم ترحيل الآن في ألمانيا طبعا اللي بأخذوا يعني اللي قامة التصريح الآن على شكل التالي العراق مهتم بخلق ظروف مناسبة للعودة الحمد لله يوجد اليوم في العراق إشارات للأمان والاستقرار ومع ذلك لا يمكن لأي حكومة أن تجبر المهاجرين على تغيير قناعاتهم لا يمكننا إجبار أحد على العودة النقطة التالية الحقيقة أنه لم يعود إلى العراق حتى نوفمبر 2021 إلا 72 شخص للعراق العراق تصريح الآن سوف يقترح تشكيل لجنة مشتركة هذه اللجنة سوف تقوم بالتحضير للعودة الطوعية النقطة التالية استقبال مرتكبي الجرائم الذين ترغب ألمانيا بترحيلهم التصريح هذه تحت القوانين والاتفاقيات بين البلدين كل حالة يجب أن يتم دراستها هذا الموضوع معقد وحساس إذن شفنا الآن أنه هناك رغبة بالتعاون مع العراق في مجالات الطاقة بشكل رئيسي ألمانيا بحاجة الغاز والبترول وأيضا بالمقابل شركة سيمينس يمكن أن تبني وتوسع شبكات الكهرباء في العراق من ناحية يوجد رغبة في توسية التعاون إلى مجالات أخرى شفنا وتم التركيز أيضا على موضوع التعاون في مجال الهجرة هذا ما لفت انتباهي وبالتالي بحثت عن المعلومات بشكل أكبر وشفنا الآن التصريحات الرسمية من رئيس السيد رئيس الوزراء العراقي في ألمانيا لبعض الصحف الألمانية أو لصحيفة تحديدا يعني وتم النقل عنها فالمصادر حتى طبعا مشان الأمانة نقتل أنه موضوع جدا حساس الواضح أن هناك موضوع الترحيل العودة الطوعية مرتكبي جرائم ليلة رأس السنة شفنا كل هالنقاط مرت الآن وكانت أحد النقاط التي تم أيضا الحديث عنها سياسة ألمانيا هي على الشكل التالي كما نعلم الحكومة الحالية ترغب بشيئين إعطاء فرصة للناس لمن يجتهد ويعمل ويريد البقاء هنا ومن ناحية أخرى ترحيل من ليس لديه فرصة للبقاء أو لمرتكبي جرائم أو بنسمع أيضا الخطرين على أمن ألمانيا الآن رأيي الشخصي أنا كما أفهم أنا الأمور والأحداث والسياسة ألمانيا الطويلة وأيضا من أوقات سابقة الوضع على الشكل التالي من الأخوة العراقية تحديدا أو من جميع الناس الأحباء اللي يتبعون اللي معه الجنسية الألمانية صار مواطن ألماني ما في أي خطر عليه اللي معه إقامة دائمة نفس الشيء اللي معه إقامة شرعية أيضا عم يشتغل ما عنده أي مشكلة ملفه نظيف أيضا لا يوجد أي مشكلة عليه الآن بالنسبة لمن عليهم ترحيل الألاف الذين تم الحديث عنهم نعرف من كتير من الأخوة العراقيين معهم دولدونغ ما معهم إقامة الآن قانون دولدونغ صدر وأصبح قانون نافذ كما نعلم ومن المفترض أن يبدأ تطبيقه الآن لذلك نصيحتي أيضا لكل الأخوة العراقيين اللي على وضعنا دولدونغ يشتهدوا باتجاه الحصول الآن على اللي هي الإقامة الفرصة التي سيتم إعطاهم الناس اللي شرحتها بشكل تفصيلي طبعا التحول الخروج من حالة الدولدونغ إلى حالة الإقامة والآن لمن لم يشملهم القانون زمنيا يعني الناس اللي ما صلا أكتر من خمس سنين بتاريخ نعرف أكتوبا 2022 في ألمانيا ما رح يشبالوا القانون يعني يجاي حديثا إلى ألمانيا بسبب عامل الزمن فهذه الفئة أيضا بالنسبة لمرتكبي الجرائم أصلا نعرف سيتم حرمانهم أيضا من هذه الفرصة حتى لو كانوا بيحققوا الشروط من الحصول على الإقامة الآن في ألمانيا ألمانيا إذن واضح أنها ترغب كما أعلت سياستها عدة مرات الحكومة الحالية ترغب بالترحيل لمن ليس لديه الحق والفرصة في البقاء في ألمانيا وأيضا بنفس الوقت إيطاء فرصة لمن يعمل لمن يجتهد لمن يعتمد على نفسه كل هذه الأشياء كما نعلمها طيب الآن ما هي الاحتمالات؟ الواضح أنه من تصريحات سيد رئيس وزرائي العراقي أن العراق لن يتعاون في هذا المجال يعني دائما ألمانيا تقول أنه ترحيل الناس بحاجة إلى تعاون دول المنشأ حتى تقوم باستقبالها مثلا مثل إصدار جوازات السفر لهم الواضح أنه الحكومة العراقية لا ترغب بالضغط على مواطنيها في ألمانيا للترحيل وإنما الحديث هو على التعاون في مجال العودة الطوعية العودة الطوعية شفناها عدة مرات في ألمانيا خبرتي الطويلة بتعرف من زي ما نعيش في ألمانيا أولا بعد الحرب الأمريكية على العراق أيضا كان بعدها بأدة سنوات تم الحديث عن العودة الطوعية والبعض الأخوة العراقين أيضا عادوا إلى العراق في وقت سابق أيضا بعد حرب يغزلافيا السابقة أيضا حرب البلقان أيضا تم الحديث عن العودة الطوعية وتم ترحيل عديد من الناس في وقتها العودة الطوعية دائما مرتبطة بتشجيع الناس وأيضا حيان منحهم مساعدات مالية أيضا للعودة الطوعية قد يكون هذا هو أو هذه هي الخطة الآن من قبل الحكومة الألمانية فيما يتعلق بهذا الموضوع خاصة موضوع مرتكبي الجرائم ألمانيا عابت عاني من مشكلة مرتكبي الجرائم تم الحديث الآن عن أحداث لا يدرزن والآن عم تشوف التابعات وإن كان لا يعلن ذلك بشكل يعني واضح وصريح ولكن الواضح أن ألمانيا ترغب بالتخلص من مرتكبي الجرائم كثير من الأحيان ما عندهم القدرة على الترحيل إلى أوطانهم مثلا بالنسبة لسوريا منعرف أيضا باجتماعات الوأساء أو وزراء داخلية المخاطعات دائما قبل سلاسة اجتماعات تم الاتفاق على ترحيل مرتكبي الجرائم وأيضا الخطرين على الأمن ألمانيا ولكن عمليا لا يوجد ترحيل لم يتم ترحيل أحد لأنه لا يوجد علاقات ديبلوماسية إذن الرغبة بالشيء من ناحية موجودة ولكن التنفيذ على الأرض الواقع أيضا صعب وعم شوف عداد المرحلين يعني عبليتمن حديثانهم فقط العداد الذين عادوا طوعا فحابب يعني كنت أعطيكم صورة عامة عن هذا الموضوع بشكل حيادي بشكل مع المصادر الرسمية طبعا كل شخص يعني حر بتكوين رأيه عن هذه الأحداث أنا أقلت لكم صورة بشكل واضح وصريح رأيي الشخصي طبعا رأيي الشخصي قد أكون مخطئ قد أكون مصيب ولكن رأيي الشخصي أنه صعب الترحيل لا يمكن الضغط على الأحد وخاصة الواضح أن الحكومة العراقية لم تتعاون في موضوع الترحيل ربما التعاون سيكون فقط بموضوع مرتكبي الجرائم لترحيلهم إلى أوطانهم حبيت أخصص الفيديو هذا لهذا الموضوع الهام جدا الحساس جدا الدقيق جدا وأيضا بسلوبي اللي صرت أكيد متعاودين عليه يعني الحيادي والشفاف قدر الإمكان مع دائما المصادر دون الزيادة أو النقصة نصيحتي طبعا لكل الأحباء اللي بتابعون على هذه القناة أيضا للجميع الجنسيات هو موضوع الابتعاد عن المشاكل في ألمانيا عدم أن يبقى الملف نظيفا عدم ارتكاب الجرائم أن لا تصدر بحقنا أحكام الجد النشاط ألمانيا دولة فرص دولة أيضا نشاط يعني ألمانيا دولة إذا ما كنت شخص نشيط عبتشتغل عبتطعب على نفسك عبتاخد شهادات عبتكتسب خبرات معتمد على نفسك يعني هي دولة فرص تعتمد فقط عم نشوف الآن مثلا مثل قانون الهجرة العمالة التخصصية بدهم الرؤوس النشيطة بدهم أصحاب الخبرات أصحاب الشهادات في ألمانيا هدول الناس اللي هنن بحاشتهم ألمانيا دائما بتمنح حديث عن الموضوع أن المهاجرين الاقتصاديين الذين ربما يأتون لاستغلال المساعدات الاجتماعية في ألمانيا غير مرغوب بهم هنا فتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته